اسماعيل بن موسى منك مفتي زنبابوي الشيخ احمد ديدات الفقيد رجل كان معروف في العالم الاسلامي وحتى في العالم كله وخدم الاسلام والمسلمين بطريقة غير مسبوقة يعني سبحان الله بين مواضع الاختلاف والاتفاق بين الاديان بين الاسلام والنصرانية واليهودية مواضع الاتفاق والاختلاف كذلك والحمد لله انتقل الى رحمة الله اليوم نقول ان لله وانا اليه راجعون مآثره عظيمة كبيرة جدا وانا انصح جميع المستمعين ان يعني يأخذوا او يشتروا من السيديهات الموجودة في العالم اجمع واسمعوها او يشوفوها سواء كانت مرئية او مسموعة ويستفيدوا منها لانه بيّن مواضع ضعف الاتفاق الاخرى وقوة الاسلام ومواضع يعني الاخطاء في الانجيل والتحريف بيّنها وكان يحفظ الانجيل يرحمه الله حفظا يعني احفظ من البابا في الفاتيكان والقصة المعروفة لدى الجميع ان البابا يحنى الثاني الذي مات الذي يعني قبل فترة لم يأتي الى جنوب افريقيا الا بعدما مرض الشيخ احمد لان الشيخ احمد قال له اذا اتيت الى جنوب افريقيا لابد من مناظرة وكان البابا هذا معروف انه كان يخاف من هذه المناظرة لانه ما من شخص ناظر احمد ديدات الا ويعني تقريبا نستطيع نقول غزب في جميع المناظرات فلذلك يعني ننصح الجميع ان يدرسوا يعني ما قدمه الشيخ هذا للاسلام والمسلمين والكثير والكثير من الناس دخلوا الاسلام على يده وانا اعرف حتى في ملاوي وزنباوي وبعض الدول يسمعون شرائطه وينظرون الى هذه المناظرات ويدخلون في الاسلام مباشرة فالحمد لله يعني له خدمة خدم الاسلام والمسلمين بشكل عجيب وكما تشوف اليوم الجم الغفير اظن في جنوب افريقيا يعني هذا عدد يعتبر عدد هائل كبير جدا لحضور جنازة مثل هذه فالحمد لله على ذلك وفي نفس الوقت ندعو الله عز وجل ان يدخله فسيح جناته بالمناسبة انا كنت في المملكة العربية السعودية عند وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله واليوم وصلت من جدة اليوم وسمعت الخبر ووصلت هنا مباشرة لقربي من الشيخ الفقيد رحمه الله وحسيت نفس الاحساس ان قبل اسبوع فقدنا يعني شخص خدم الاسلام بطريقة مختلفة واليوم فقدنا شخص خدم الاسلام بطريقته الخاصة واستفدنا من الاثنين ونسأل الله الاثنين باذن الله ان يدخلهما الجنة فسيح جناته وجزاك الله خير